مشاهدين أنا أحييكم من جديد لماذا فيفة عبده تحديداً لماذا كانت هدفاً لسهام الكثيرين بهذا الشكل طيب القضية مش كاس العالم بس يا مهان فيفة ليه يعني أحياناً كل حاجة متعلقة بيك تعمل الضجة دي أنا قبل كده سألتك في حكاية الأم المثالية وزعيلتي بقى قلت ليه الناس عاملة ضجة وأنا مش أم قبل كده حتى زمان أنا فاكر كان في موضوعات صحفية يسألوا المشايخ يا مائدة الرحمن اللي بتعملها فيفة عبده حلال والله حقاً تعملي مائدة الرحمن يبقى فيها جدل أم المثالية يبقى فيه مشكلة كاس عالم يبقى فيه مشكلة تعتقد إيه لثبت؟ هو في حاجات أنا ممكن أتكلم فيها أستاذ ويل في حاجات ما ينفعش أتكلم فيها اللي بيني وبين ربي هو بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى بس اللي يعلم به ربي وأنا معاك في كده أنا مش من حق حد أن يحاسب أي شخص أو يفتش فيه نواياه الحرامي لو دخل يسألوا بيقولوا النبي يا ربي تستر الحرامي ما بيخش يسألوا بيقولوا نبي يستر الإنسان اللي قاعد في جامع ودخل أي واحد يعيقوله أنت وظيفتك إيه ولا أنت بتعمل إيه هو ليه ليه بيستقتروا على البناء ده من يكون إنسان طبيعي زي أي إنسان في المجتمع الله أم طب أنا أم بربي بربي ست محترمة ما ست محترمة إيه في إيه 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 اللي بنسبالي غير أي أم إيه إن أنا معروفة وغيري مش معروفة ده من الزنبي بقى ده حاجة بتاعت ربنا وليه في ذلك حكم ما بيقولك أنا هفضل لدي البناء أدم ده حتى الناس كلها تستعجب عليه ما هو ده برضو مدية أنا النهاردة لما تلاقي الأطفال الصغيرة بيجايبين سيرتش والشباب الصغيرين جايبين سيرتش وبيحبوني هو ده مش كرم من عند ربنا ما بعده كرم طيب بتشوفي فيه زدواجية عند البعض في التعامل معاك يعني ممكن الناس تحب تتصور جدا معاك بس تقوليه هاي أم في في عبدو خدت أم مثالية يقولك إزاي كاس عالم إزاي هي إيه الأم المثالية مصر بنتكلم في الأم المثالية قلنا إن كل ست بيتها هي أم مثالية إحنا بلدنا دي أو أي بلد في العالم مش محتاجة أم واحدة تبقى مثالية كل واحدة بتربي ولادها صح فهي أم مثالية كل واحدة بتعرف قيمة بيتها زوجها صالحة دي أم مثالية كل واحدة بتخدم أمها وأبوها بشيل جزمتهم على رأسها هي أم مثالية كل حاجة في البناء ده طالما بيعملها مظبوط بما يرضي الله هو مثالي بس عنا في كتير مثاليين مش واحدة طي أنا بأصد بالزواجي زي حتى قبل كده زي أنت بطلت تعملي مائدة الرحمن اللي كنت بتعمليه أنا عمري بتكلمت في الموضوع ولا أكلم فيه لأن اللي بينه بين ربنا مش يجب ما بتحبيش تقوليه ولا إيدك دي تشوف إيدك دي المفروض بس أكيد كنت بتزعلي لما تلاقي فيه بيسأله المشايخ يعني هي مائدة الرحمن بتاعت فيه شعاب دي حلال ولا حرام والله اللي يعلم بيه ربنا أنا ما أتكلمتش في الموضوع ده ولا بتكلم فيه والله أستاذ والله ولا تحب بتتكلميش ولا بحب بتكلم فيه لأن اللي بينك وبين ربنا يجب إيدك دي ما تشوفش إيدك دي المفروض فالواحد طالما هو كل واحد مسؤول من عرقوبه دم ربنا بقى يحاسبه بيعمل إيه بيعملش إيه هو ربنا هو العالم طيب بتشوف المجتمع زمان كان أحسن في التعامل مع الفنانين يعني فيه شوية ربما الآن يعني الناس مشدودة إلى الخلف شوية باتجاه إدانة الفنانين يعني قبل كده زمان ما كانش ده مصار بالشكل ده لا 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 ولا دلوقتي مصار ولا دلوقتي مصار في الناس بتحبين كتير جدا أنا مش متضايق مين اللي قال إن أنا متضايق أنا متضايق ولا متضايق ولا دايقت حد لأن أنا طلعتي معاك دي بقول لهم حكتين أنا ظلمت فيهم وما ليه الزنبي فيهم غلطت غلطة إن أنا اسألت عن حاجة وأنا ما فهمش فيها زي البنزيم المفروض دي مش شغلتي يسألوا بتوع البنزيم ما ليه الجعوة سألت سؤال زي حكاية الكورة أنا مظلومة فيها أنا وزميلي معما